اهلا وسهلا بحضراتكم وسلام عليكم بنتكمل نكمل رحلتنا في السيلينج سكيلز جزئية كمان مهمة يمكن كنا زمان بنفصلها شوية عن عملية السيلينج بروسس ليه جزئية النجوشيشن او التفاوض عملية يكون عندي قدرة على ان انا اكتسب مهارة التفاوض واعرف اتعامل سواء مع الفيزيشن او مع الدكتورة او اي حد باتعامل معها في مجال الدعاية لازم اكون فاهم الاسكس او الرولز بتاعة عملية التفاوض في ناس طبعا بتكون بتكون ربنا بديها القدرة ان هي بتعرف تاخد وتدي في الحديث مع الاخرين اه وفي وفي ناس كتيرة بتتعلمها فهي مهارة انا اقدر ان انا زي اموت لحضرتك ان انا احسن نفسي فيها بمرور الوقت وتراكم الخبرات جزئية النجوشيشن عشان نتفق كده هي اه عبارة عن فن زي ما احنا بنتكلم برضو ان مسلا توجيه السؤال واختيار السؤال ده فاحنا عندنا جزئية النجوشيشن نفس الفكرة ان انا اعرف اتفاوض بشكل مظبوط او اعرف اه خدوات دي اه ادي حاجة تنازل عن حاجة اطلب حاجة الطلب والتنازل والتوقيتاتهم واخد بالك دي كلها برضو السليب محتاج ان انا اكون فيها عندي المهارة فهينا بيقول لنا يعني انا اقدر ان انا اتعلمها وافهم بتاعتها او الخطوط بتاعتها العريضة آآ بيفاهمنا برضو ان نقطة مهمة جدا قبل ما ادخل اي في نوع من انواع او التفاوض انا محتاج ان انا احضر له كويس حضرت له كويس انت كده خمسين في المية نجاح في عملية التفاوض انا بفهم الموقف بتاعي تمام وبفهم كمان بتاع الشخص اللي قدامي انا عايز اطلع بفوائد معينة وفي نفس الوقت بفهم الشخص اللي قدامي دوت ايه نيت بتاعه وايه احتياجاته طبعا افكركم في الاول ان احنا مرينا باكتر من خطوة ابترينا في تقديم نفسي ثم بعد كده مرحلة البروبينج نيت اند بروبلم ايدنتفيكيشن ثم مرحلة البرزنتيشن والديمنستريشن ثم مرحلة ودلوقتي بنتكلم على جزئية النيجيشيشن النيجيشيشن طبعا ده لها كرس منفصل ان شاء الله هنتكلم عنه بس انا بتكلم ان دلوقتي يعني بتاخد كده ايه الخطوط العريضة او النقاط الاساسية اللي انا محتاج اكون فاهمة كويس اوي وانا بعمل نيجيشيشن. يبقى اتفقنا ان عبارة عن دفن ان انا محتاج ان انا احضر كويس قوي قبل ما ادخل اي نوع من انواع او البرجنج. هنا بيقول لنا لازم يكون فيه نوع من انواع واخد بالك والشخص اللي قدامك يرتاح لك وياصق فيك دي من الحاجات المهمة اكون داخل بواجه مبتسم والبادي لانجوج بتاعي فيه الثقة. التون بتاع الصوت برضو بيعكس الثقة. دي حاجات كلها مهمة جدا. اه اثناء ببقى فيه عملية واخد بالك المناقشة كل طرف بيفهم الطرف التاني. اه كل واحد بدي كده عن الموضوع او الاحتياجات بتاعته. في عملية انك بتستوضح لقدامك عايز ايه? بتسأله برضو اسئلة. اه ازاي اختار السؤال ايه السؤال اللي ممكن يبقى عشان يفدني في نقطة معينة او ان انا ادخل في عملية مش عايز اتكلم في الموضوع لا انا بتكلم في تفصيلة معينة. فانا بوجه سؤال عشان ياخدني في هذه التفصيلة. برضو فيه عملية وعملية الاقناع. مهمة جدا ان انا يكون عندي القدرة على الاقناع. وان انا اوضح وجهة نظري. والفايدة اللي هتعود على الشخص اللي اثناء المفاوضات. طبعا التفاوض او عملية الفصال في السعر او السيرفس المقدمة. مش بس موضوع يكون هو العمل الوحيد. لا بيكون فيه حاجات كمان قادر استعملها كقوة او صبرت بنسبة لي غير موضوع خدمات معاناة. اه اه? معين في عملية الشراء. عملية طبعا. الاجري والسامرايز دي من الحاجات اللي برضو بيتفوق فيها ناس كتير بيكونوا شاطرين عشان ما يحصلش اي خلافات بعد عملية عندك الخدرة انك اه بتعمل اللي تقال. ان شاء الله حتى بيتكتب واخد بال حضرتك بيتكتب في كده او في نقاط معينة. وبيتبعت لكل طرف عشان كل الناس تكون الامور بالنسبة لها واضحة ومفهومة. مش بعد ما نخرج من الغرفة بتاعت التفاوض واخد بالك اه كل عميل او كل طرف من الاطراف. يعني يكون عنده تصور غير التصور التاني فبنرجع نختلف وبنرجع نحاول نقعد مرة تانية وكزا. من ضمن برضو الحاجات يقولك كريات اوبشن فور ميت والجين بنفت او وين وين ستواشن. نقطة مهمة جدا ان انا ادخل بهزي الروح. انا كذبان وانت كذبان. احنا الاتنين طلعين بآ فوايد من التفاوض او عملية الشراء والبيع طبعا. هنا بيقولك فوكس على الفيوتشر. فوكس على المستقبل ان احنا نتعامل مع بعض كتير والعملية تكون فيها مش مجرد يعني ان احنا بنتعامل مرة واحدة بس لقد احنا بندور على مصلحة الطرفين في هذه يعني في الوضع الراهن بالاضافة لما قد يستجد في المستقبل. حاول انك تنفينت اوبشنز. الناس برضو للشاطرة اللي عندها الفلكسابيليتي ان هي تقدم حلول اثناء عملية التفاوض لبعض الاوبستكلز او المشاكل او نقاط الضعف. انا بيقولك. احيانا بتطر انك تعمل تنازلات معاناة. يعني تنازلات في عملية التفاوض. وهنا بينصحنا انك تعمل يعني تعمل اقل حاجة ممكن يكون فيها ضرر عليك او انك تيجي على نفسك يعني تقدم مميزات معاناة. فهنا بتقدم دايما في بداية التفاوض. واخد بالك او لما الموضوع بيدخل في النقاش والخد والهات يعني. ممكن تقدم بعض الحاجات البسيطة. زات القيمة المش كبيرة يعني. في عملية التفاوض. تبقى انت كده مجهز كروت. واخد بالك الكارت الاولاني ممكن اعمل تنازل في النقطة الفلونية او اقدم اوفر معين للعميل. واخد بالك. فانت بتقدم في الاول حاجات اه زات القيمة. ليه? لما ينصحنا برضو ان احنا نعمل للفاليو بتاعت قيمة الحاجة اللي انت قدمتها ريت. والله انا دينا الدعف بدل ما يكون مسلا في خلال تلات يام دينا هخلو لك مسلا اسبوع. مسلا يعني. فانت تفضل ايه? تتكك على الحتة دي. وانا قدمت لك حاجة مش بقدمها مسلا للاخرين. ودي ميزة كبيرة وانا لسه هتكلم مع ناس عندي عشان اقنحهم. يعني يكون عندك القدرة على انك تعمل بتاعت الحاجة اللي انت قدمتها. هنا بيقول لك احنا مش جايين نحارب بعض ومش جايين يتخانق. لا. ده انا جاي بادور لك على المصلحة بتاعتك زي ما انا بادور على مصلحة او مصلحة مصلحتي انا الشخصية. فلازم يكون فيها الموضوع زي ما تلك نوع من الود والتعامل ان احنا مش اعداء يعني. اه 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 اي حد فينا بيكون مجاهز كروت. فانت لو فات على اول حاجة واخد بالك فانت كده بتخسر كروت كتير ممكن يكون الشخص المفاوض اللي قدامك هيقدمها لسه. في نفس الوقت انت متقدمش اول او اجول تنازل كبير. مش اول ما تدخل كده تقول لا يا عم ده ايه? يعني اه يعني اه 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 تحقق له كل احلامه وامانية من اول لحظة. لا خليك تقيل قدم الكروت بتاعتك واخد بالك واحدة اه بالتانية بيتفاوض. هنا بيقول لنا اخد بالك او الاي في تي اس. از اموف منت باور تو ز ازر بارت ديرنج تريدنج ستيج اف نيجوشاشن. هي برضو بيقول لنا بطريقة اله بطريقة اخرى اللي هو ايه? الكونسيشن يكون بسيط الكارت اللي معاك اه اللي هتقدمه في الاول يكون كارت ازا تقيمة اه مش كبيرة. تنازل من عندك او نوع انواع اه لكن زي ما قلت لك بيكون ايه? يعني ازا تقيمة اوليلا وتحاول تعملها. هنا بيقول لنا برضو start high but be realistic. لما تطلب طلب من الشخص القدامك واخد بالك حاول انك توصل لماكسيمم يعني. ماكسيمم فايدة بالنسبة لك. لكن يكون الامور رياليستيك ما هياش توقف مثلا النيجوشيشن. او تواصلها للحيطة مثلا يعني. برضو هنا بينصحنا ان في النيجوشيشن. هنا لما تسأل كتير واخد بالك. طبعا اسئلة ذات مغزى مش اسئلة والسلام يعني. اسئلة ذات قيمة واخد بالك. فانت هنا بتركب النيجوشيشن. بيقول لك questions seek information. انت بتعرف معلومة. والمعلومة دي مهمة جدا ده باور. المعلومة باور. الداتا باور. هنا بتفهم بتقرأ الشخص اللي قدامك. بتاع الصوت. واخد بالك بتحاول تستشفي كده هل الطلب بتاعك دوت. بالفعل ممكن يتحقق ولا لا? هل ممكن يقدم تنازل كبير في وقت معين. زي also give control. لما باسأل اسئلة يعني. بيقول لك. انت لما بتسأل اسئلة واسئلة ذات قيمة وذات معنى. انت هنا بتركب زي موت لحضرتك الايه? بتكون للمفاوضات. نفترض ان هو طالب منك طلب معين. اخد بالك وانت هترفضه او عندك يعني بتميل انك ترفضه. اسأل شوية اسئلة كده استضاحية واستفهمية ما تقولوش لا على طول. خد وقت في عملية التفكير واسأل بعض الاسئلة اللي ممكن زي موت لحضرتك تخليك تفكر اكتر وهو برضو يفكر في الطلب بتاعه. عشان نوصل لحل مشترك ما نقافش برضو في حضة سد. افويد يوز اف اريتاتورز. حكايات اللي بتسبب اريتيشن. موقف معين استورو معينة. حكاية معينة ممكن تدايق الشخص المفاوض اللي قدامك. افويد بيرسونالايزنج زي دسكاشن. ما تخليش الموضوع شخصي ابنا. اوعد شخصا المواضيع. لا احنا بنتكلم ناس بروفيشنال. واخد بالحضرتك فا ما تتكلمش في امور شخصية او حاجة بتدايق الشخص اللي قدامك او ما شابه. دايما اوعى تون بتاع الصوتك كيفان فيه انك تنرفزت او اديقت او. لأ خليك دايما هاري. يعني دوت بيخليك زي ما قلت لحدتك عندك القدرة انك توصل لحل اه معقول. حل يرضي الطرفين. يخلي الطرفين في حالة الوينوين سيتوويشن. فما يفعش تتعصب او تدايق او تقول لفظ مش لطيف. واخد بالك لأ خليك ده من ملتزم بيه البروفيشنالتي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. شكرا